السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكنافة مع شاب الكستر وكمان هنعملها بدون فرن على عين البتجاز هنعملها بطريقة سهلة جدا و هتطلع معاك باللون الجميل ده زمان تشايفها و هنسقيها الشرباط و هتبقى طرية من جوه و كريزبي من بره بجد احسن كتير من اللي بنعملها في الفرن وكمان طعم الكستر كده طحفة تغيير بقى من المهلبين اللي بنعملها على طول ان شاء الله بجد هتجربيها كتسوية و كمان كطعم تحفة والله العظيم يا جماعة يلا بينا كده نسمي الله و نسله على الرسول و ما تنسينيش باللايك و يلا نشوف هنعمل ايه معانا طبعا اول حاجة نص كيلو اللبن نص كيلو اللبن انا مش هستخدم كله انا هستخدم نصه بس تمام حطيت عليه ثلاث معالي كستر و كمان هقلبه كويس جدا كده لغاية الكستر لما يدوب مع اللبن تمام كده ده بكويس خلاص كده معانا يلا بينا بقى على عين البتوجاز و نشوف هنعمل ايه حطيتها هوت على النور طبعا متوسطة ولا هي عالية اول واطي اوي تمام عشان ايه ما يكلكعش منك ولا اي حاجة خالص وابده بقى اقلب فيه لازم التقليب مستمر لغاية لما يديك الكوام اللي انت عايزيه هفضل اقلب كده تمام زي الفل اللي هو بصي الكوام بتاعنا وصناله ازاي كده حلو اوي كده كريمي و زي الفل هطف عليه بقى وبعد كده بقى معانا الكنافة الكنافة طبعا عشان ايام رمضان كل سنة وحضركم طيبين فموجود الكنافة اللي هي بتقطع عدية تشايفين قطعها جهزة انا جايبها كده جهزة اما طبعا في الايام العادية بتقاش موجودة بموجود الكنافة اللي هي الحتة الطويلة دي على بعض ديها فاندي طبعا بتحجاي واخداها تحطيها في الفريزل لو جبتها يعني في ايام عادية يعني هتحطها في الفريزل لغاية لما تتجمد معاك وبعد كده تطلعيها وتبدأ تقطعها بالشكل ده لازم تبقى نعمة جدا كده معاك زي كده بعد كده بقى هنجيب كباية سمنة او زبدة او سمنة بلدي الموجودة عندك تمام مفيش مشكلة هنجيب كباية بس وكمان حطيت عليها معلقة سكر خلي بالك الكنافة معايا ربع كيلو بس عشان هعمل على قدة طوصة تمام وبصي بالخطوة دي مهمة جدا انك تشربي الكنافة من السمنة ومن السكر السكر البدرة السكر طبعا كنت تحناه من فترة كده كنت احطاه في التلاجة فاتحس اللي هو محب حبكا معايا فانا هبدأ اكسره كده وانا اشغالها معاكم كده وبس عايز تكسر بس يتدسع ليه فهفضل كده هشرب كده الكنافة كويس جدا كده من السمنة ومن السكر لازم الخطوة دي يا جماعة هي اللي بتديكي اللون الجميل جدا بتاع الكنافة اللي انت شافتي معانا في اول الفيديو اهو هفضل اقلب كده تمام لو غاد لما حسي اللي خلاص الكنافة شربت معايا السمنة خلاص والسكر والكلام ده كله هجيب بطس وحطيت فهم علاء السمنة وفرتها بالشكل ده ونبدأ بالنجيب في الكنافة بتاعتنا وافردها اهو تمام طبعا قلتلك انا جايبها ربع كيلو كنافة فطبعا الربع كيلو كنافة هحطه نصه تحت والنص التاني نحطه فوق على الوش يزبطي ايديك كده وانت بتاخد كات كمية بتاعتك تاخد النص بالزبط انا خدت النصة ها وبدأت بقى حطه كافة طاصة وهبدأ افرده كده وادوس عليه بادي افضل اضغط عليه عشان يبقى ثابت وكمان اعمل حرف كده لكنافة من الجناب كده من الايه للطاصة شايفة لازم تعملي لها حرف كده ان الحرف ده هقولك هتعملي في ايه اهو شايف كده تمام برضو لو حسيت اللي هي مستبتة معاك وانت قلق انا ولا اي حاجة هتجيب غطة صغير كده بقى الحرف الكنافة اللي احنا طلعنوه كده من الجناب هيمنع اللي الكريمة تطلع لبرا هايز بقى في النص بالزبط بص اهو انا بفرد كده عمرها ما هتطلع لبرا ابدا عشان احنا عملنا حرف كده الكنافة بس اللي ما كنتش عملت بقى كانت ممكن الكريمة تطلع منك لبرا وتتحرق والكلام ده كله تبقاش حلوة خالص حتى الشكلية حتى مش تبقى حلوة فلازم تعملي وانت سواء عملتها في صنية سواء عملتها في طاصة سواء عملتها في اي حاجة لازم تطلعي حرف كده من الكنافة عشان نحط الكريمة تبقى في النص بالشكل ده سبت طبعا الكريمة تهدى شوية يعني مش اول ما حطتها عطوح تجيب غطة الطبقة التانية من الكنافة لأ سبتها تهدى شوية كده والكريمة عملت وشي كده ونشفت هروح جاية حط عليها بقى ايه بقيت الكنافة اوه وادوس عليها كده ما يتخفيش خالص احنا سيبنا طبعا الكريمة هدية شوية فلما هندوس كده بس طبعا مش توصي للدرجة يعني مش هتتحرك معاك الكريمة وتطلع برا واي حاجة خالص يلا بينا بقى على عين البدو جاز بقى ونشوف هنعمل ايه انا شغلت النار اهوا هروح جاية عام لقيت الوقت هدى النار خالي ازاي الشامعة تمام دي من عوامل نجاح انك تسوي على عين البدو جاز من فوق لما بتعلي النار هتلاقى شعواطت منك عفوا هتلاقى شعواطت منك وتلاقى اخدت لون مش حلو خالص فانت اهم حاجة هتروح جاية مهدية النار خالي ازاي الشامعة وتروح جاية حطاها وجيبينها الغطة حلو كده حطا فوقها بس طبع الغطة ده كان صغير فانا جبت غطة تاني اهو وهفضل كل درشق شوية بقى ادير فيها كل شوية ضياري فيها كده نحدي شوية ونحدي شوية تفضلي شد دione فيها كده بالشكل ده اهو وبعد كدبص عليها بقى هتلاقي بقى اللي احراف بتاعتها كده سابت وخدت اللون شايفها اهو سابت وخدت اللون هقلبها معاكم بقى وانا ونصيبي كده بص بسم الله ماشاء الله كان نصيبي زي الفل ما شوالله خادت لون جميل جدا هروح جاية حط معلقة السمنة تاني دي برضو من عامل النجاح انا فكرة انك تحطي معلقة السمنة حلوة كده في اعرى الطاصة او الصينية على حسب وهنزل عليها بالكنافة تاني بس طبعا كانت تكسر مني بس الحمد لله ربنا استرها معايا بصي فخلي باكم النقطة دي لما تكتل بيها اللي بقى حتى في الطاصة اكبر منها لما فيش بقى بقى يعني حاول كده بنروحها كده شو ما تتكسرش منك حطيتها كده عجبها مغطيها تاني وافضل برضو كده اقلب فيها برضو كده يمين وشمال اضير كده في الطاصة مسي بهاش سابتة في مكان معين عشان متتحرقش منك وتشعوض تمام اهو هافضل كده زي ما انت شايفة سهلة جدا وبسيطة ما خدتش وقت والله العظيم يا جميع هتحفى يلا بقى نقلب كمان الوش ده برضو وانا ونصيبي برضو هنقلبه على الوش التاني بس الاول اما قلبها بقى على الوش التاني رحت جاية حط عليها الشرباط ساقتها بالشرباط كده تمام الشرباط طبعا كنت عاملها معاكو على القناة قبل كده آآ كنت عاملها كوباية السكر على كوباية مية وانك تطريش اكتر من كده شرباط كنافة انا عاملة قصة انتصة صغيرة مش عاملة يعني حاجة كبيرة هقلبها بقى بعد ما سقيتها الشرباط اتجاب قلبها بقى عشان بس واريكو الوش التاني الوش التاني خد لون كده حاجة بسطة كده معايا بس برضو حلوة ومش نشفر اي حاجة وانا على بتاع الوش ده قلت يعني ده يبقى حلو كده ايه في وش الكاميرا وص طريه ازاي وكريزبي من بره وطريه من جوه بجد والله العظيم تحفى 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 انا هقطحها معاكم كمان ونشوف شايفة وشايفة كمان الكريم من جوه عاملة ازاي لعافكة الكاستر طعمه حلو قوي انا اول مرة جربه انا من فتح طويلة جدا وكنتش جيبته خالص ولسه اول مرة جيبه جوزكا نفسه في يعني فانا قلت اجيبها واعملها معاكم بس بجد تحفى 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 شايفة الجمال والحلوة والله العظيم يا جماعة الكنافة دي تستحق لايك وكمنت حلو لها بجد انا العظيم ماشي ما تنسوش بقى بالله عليكم بقى تدعموني دايما كده بالكمنت الحلو اللي بيسعدني وبيفرحني واللايك اللي بيشجعني لنعمل لكم في جهات كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته